السلام عليكم هنتكلم النهاردة مع بعض عن الانسجة الحيوانية والانسجة الحيوانية منها اربع انواع النوع الاول الانسجة الطلاقية التاني الانسجة الضامة رقم ثلاثة في الانواع الانسجة الحيوانية هي الانسجة العضلية ثم الانسجة العصبية وكل نوع الانسجة دي له خصائصه المميزة ووظائفه الخاصة به هنشوفها مع بعض لما نتناول كل نسيج على حدة. اولا النسيج الطلاقي او الانسيج الطلاقية. نجد انها تتميز بانها طبعا من حيث المكان هي بتغطي اسطح الجسم وتبطن جميع انابيب. اسطح الجسم زي الجلد مسلا. وتبطن جميع انابيب زي الانبيب اللي هي موجودها في الداخل زي القناة الهضمية معدى امعاء كل ده مبطن داخليا من الانسيج الطلاقية. نشأة الانسيجة العضلية الطلاقية بتكون من اي طبقة من الطبقات الجنين متعرف عليها الاكتوديرم او الميزوديرم او الاندوديرم. اه برضو من ضمن صفاتها ان ليس بها مادة بينية او خلالية. اه كمان ان خلايها بتكون في اه انقسام مستمر يعني غير مستقرة دائمة التجدد. كمان بنلاقي ان هي اه بها بشكل اساسي غشاء قاعدي. ده عشان يوفر لها الامداد الدموي والعصبية. وبنلاقي كمان من ضمن صفات الانسيجة الطلاقية في روابط او بين اللي هو الخلايات الطلاقية ده كنوع من التدعيم. اه الخلايات الطلاقية كمان بتوجد في اكتر من شكل قد تكون حرشوفية من حيث الشكل او مقعبة او عمدية زي ما هنشوف. ومن حيث الطبقات قد تكون طبقة واحدة او متعددة او اه طبقية كاذبة. اه في بعض اه من الانسيجة الطلاقية توجد على اسطحها اه بعض الزوائد او التحورات زي الخمالات الموجودة في الامعاء او الاهداب الموجودة في قناة فلوب. اه من حيث الوظيفة بنجد ان الانسيجة الطلاقية لها دور كبير جدا في تبادل المواد اه توصيل المواد بين الخلايا طبعا. ونوع من الحماية او الوقاية للخلايا. كمان بيتم عن طريقها بتحريك السوائل عن طريق الاهداب ان كانت موجودة. وبتشارك برضو في الافراز. لان جزء منها بيشترك في تركيب الهرمونات او الغدد سواء غدد وخصوصا الغدد اللي هي القنوية. فبالتالي هذه الغدد تفرز هرمونات او او مواد مختلفة. فاذا هي لها دور افرازي بحكم توجودها في هذه الاماكن. بتنقسم الانسيجة الطلاقية حسب عدد طباقتها. يعني احنا بيجي نقسم الانسيجة الطلاقية بنقسمها حسب عدد طباقتها وحسب اشكالها. فيعني دي الانسيجة الطلاقية. لا هنعمل لها زي تقسيمة كده. هنلاقي انها بتنقسم من حيث العدد الطباقات الى انسيجة طلاقية بسيطة. بسيطة يعني طبقة واحدة زي طبقة واحدة. وقد تكون انسيجة طلاقية آآ عديد طبقات فبنسميها انسيجة طبقية. طلاقية طبقية يعني اكتر من ايه? من من طبقة. البسيطة من حيث الشكل قد تكون حرشفية. قد تكون مكعبة. ايه حرشوف هي بالشكل ده كده خلاياها. ده الموجودة في بطنت الخد وغيره. ومكعبة موجودة بالشكل ده. ودي موجودة في جدار الغدة الدراقية. وكمان بنلاقي عمودية. موجودة بالشكل ده. بيكون خلايا كبيرة. والنواة كبيرة كده وموجودة نحية القاعدة. آآ قد تكون آآ آآ الانسيجة الطلاقية آآ بنسميها طبقية كاذبة. زي الجزء الخلايا الموجود في جدار القصبة الهوائية من الداخل. بتكون من هزا النوع. وطبعا السبب في تسمية انها طبقية آآ كاذبة. طبعا بتكون موجودة بالشكل ده كده. اهي. بتكون آآ لو جينا نبص آآ يبين لللي بيبص بيفحصها انها عبارة عن طبقتين. ولكن هي في حقيقة الامر السمك بتاعها خليها واحدة. عشان كده هي طبقية كاذبة. ودي موجودة قلنا في القصبة الهوائية. اما الانسيجة الطلاقية الطبقية. فقد تكون آآ حرشفية. زي الموجودة في الجلد. بتكون طبقية حرشفية. بتكون اكثر من طبقة موجودة بالشكل ده. بالشكل ده كده. يعني متعدد طبقات. وعلى سطحها اللي هي ايه? الخلايا بتكون على السطح. بتكون مميزة الاسم النسيج. وبتكون حرشفية. او قد تكون انتقالية. فدي طبعا دي موجودة. الحرشفية طبعا موجودة في الجلد. اما الانتقالية موجودة في المسانة البولية. بعد كده هنشوف ايه اختصارا لتأسيم الانسيجة الطلاقية. هنلاقي انها عبارة عن انسيجة طلاقية بسيطة طبقة واحدة او طبقية مكونة من عدة الطبقات البسيطة حسب الشكل حرشفية او مقعبة او عمودية او طبقية كاذبة. والطبقية قد تكون حرشفية او انتقالية زي الموجودة في جدار المسانة البولية. شكرا لحسن استماعكم ونلتقي في الدرس القادم. والسلام عليكم.